ويرجع لكم تاني مشاهدينا ومنورنا بقى معنا في الستوديو الكاتب الصحفي أحمد عباس واللي هنتكلم معنا عن الصيف الأجازة زاكي أحمد زاكي أيمان عملاقي كل سنة وانتي طيبة وشكرا على الاستضافة وشكرا كمان على اختيار الموضوع وعايز حي طبعا كل مشاهدي القناة الأولى ويحكى أنه وحابب أتكلم كمان عن الصيف وعن الموضوع اللي انتو اخترتوه نهار تعرف يعني احنا طول السنة في ناس أحزاب ده حزب الشتاء وده حزب الصيف لكن بصراحة يعني أنا حزب الصيف ده دايما الحزب الأكبر هو مين يكره الميا والبحر والشمس واللعب على الشاطئ ولمة العيلة يعني يعني أنا زمان كنت أفتكر أننا كناش بنبسط غير مع أولاد عمتي وعمتي وعماتي وعمامي يعني دايما بيبقى في عيلة في الحكاية لكن دلوقتي يعني موضوع بقى يا دوبك نجيب قوضة وصالة ونوزنه نفسنا كلنا فيها عشان نطلع عن الصيف لكن كلمني على أجواء الصيف وإيه هم حاجة مفروض نخطط لها عشان ننبسط في الصيف الأصل في الصيف يا إيمان أنك كل ما هتخططي قليل كل ما هتتبسطي أكتر الله حين والمزرحين كل ما هتأخذي حاجات قليلة كل ما هتنبسطي أكتر كل ما هتأخذي وقت أقل في التحضير كل ما هتنبسطي أكتر الأصل في المصيف نحن زمان كنا بنتبسط ليه بالمصيف كنا بنتبسط لأن أنت مش شغلة بالك بأعباء أنت بس بالمية والرملة والجردل والشمسية مش شايلة أعباء بقى اللوشن ومش شايلة أعباء الساندلوك ومش شايلة أعباء الكريمات ومش شايلة أعباء التصوير والسوشال ميديا ومش عايزة تفرجي الناس أنت مش مهتمة بكل ده أنت مهتمة أن أنت تنبسطي بس وده الأصل في المصيف يعني الأصل في المصيف أن أنا مش قاعد أفكر شكل الميوه هيكون شكله إيه وشكل السلابر شكله إيه أنا عايزة تبسط بس أنا كل اللي بفكر فيه أن أنا إزاي حقق سعاتي فكنت قادرة تبسط والعيلة كانت قادرة تتبسط كل ما هتزودي على نفسك الحاجات اللي أنت تلتزمي بيها لوحدك من غير ما حد يفرضها عليكي تلاقي نفسك السعادة بتقل لأنك بترهقي شكرا